السلام عليكم معكم الأستاذ محمد مزوقا ومرحبا بكم في هذا الكورس كورس الإنجليزية لجميع العرب English for all Arabs هذا الكورس سيساعدك على تطوير مهاراتك اللغوية في الإنجليزية بطرق سهلة وممتعة ناعدك بأن نساعدك على تعلم اللغة الإنجليزية كيفما كنت وكيفما كان مستوىك التعليمي الشرط الوحيد الذي يجب أن يتوفر فيك لكي نساعدك على تعلم اللغة الإنجليزية هو الرغبة والإسرار يجب أن تتوفر لديك رغبة كبيرة وإسرار وعزيمة لكي تستطيع أن تنجح في تعلم اللغة الإنجليزية أو في أي شيء تعمله في حياتك جميعنا درسنا لغة أجنبية في المدرسة لعدة سنوات مثلا في المغرب ندرس الفرنسية لمدة عشر سنوات أو أكثر ومع ذلك فمعظم الناس الذين أعرفهم هم لا يتقنون لغة فرنسية وكذلك بالنسبة للغة الإنجليزية فيدرسونها لمدة سنوات عديدة لكن لا يتقنونها لا يتكلمون بلغة الإنجليزية إذن فهذا مشكل ندرس لغة أجنبية مثلا كاللغة الفرنسية أو اللغة الإنجليزية ولا نتقنها مع تراكم هذه التجارب تصبح لدينا فكرة سلبية يعني تعلم اللغات بصفة عامة وأنه مهما حاولنا فإننا لن نتمكن من تعلم اللغة مثلا لغة الإنجليزية لأننا ببساطة حاولنا من قبل ولكننا لم ننجح إذن فأخلك اللواعي يحبطك ويجعلك تتوقف إذن فأنا أستدعيك لأن تتحدى هذه البرمجة التي برمجت عليها من قبل وتخوض معي هذا الجورني أو هذا الرحلة إلى تعلم اللغة الإنجليزية في كورس الإنجليزية لجميع العرب إذن فجميعنا كما قلت درسنا لغة أجنبية ما في المدرسة لعدة سنوات لكن فقط عدد قليل منا من استطاع أن يتعلم تلك اللغة الأجنبية فلماذا تفشل معظم هذه المناهج الأكاديبية في تعليم اللغات إذن؟ لماذا؟ سأقول لكم السبب وهو جد بسيط والسبب هو أن اللغة لا تدرس ولكنها تكتسب فهذا واحد من بين أهم العوامل لماذا لا تكتسب اللغة؟ لأنها هي لا تدرس هي ليست كباقي المواد اللغة تكتسب فالله سبحانه وتعالى لما خلقنا خلق فينا جهاز يسميه أصحاب اللسانيات بجهاز اكتساب اللغة LAD Language Acquisition Device Language Acquisition Device فالإنسان يولد جاهز وقادر على تعلم أي لغة كيفما كانت لأن الله سبحانه وتعالى زوده بهذه LAD جهاز اكتساب اللغة المشكلة إذن لا يكمن في المتعلم فيك إذا كنت قد درست الإنجليزية سابقاً في مدرسة أو مركز ولم تتعلم كيف تتكلم وتكتب جيداً فعلم أن المشكلة لم يكن فيك أبداً ماذا متلك الربع في تعلم اللغة الإنجليزية المشكلة كان في الطريقة التي حاولوا أن يعلموك بها الإنجليزية فهي لم تكن مناسبة لجهاز اكتساب اللغة لديك لهذا فكل ما تعلمتها في المدرسة هو حفظ بعض القواعد والكلمات الأكاديمية التي نادراً ما تستعمل يعني تدرس Past Perfect, Present Perfect, Past Perfect Continuous هذه كل دروس نادراً ما تستعمل فعلى خلاف ذلك الطريقة التي سنتعلم بها في هذا الكورس كورس الإنجليزي لجميع العرب فهي تعتمد على مناهج تتناسب مع جهاز اكتساب اللغة لديك الذي يزودك به الله سبحانه وتعالى وكل ما يجب عليك فعله هو تتبع التعليمات وإنجاز التمارين التي ستجدها في هذا الكورس وإذا لم تفهم أي شيء يمكنك الاتصال بنا عبر الواتساب وسنكون سعداء بإجابتك يعني إعطائك التعليمات اللازمة لكي تنجح وتتعلم وتصل إلى هدفك الذي هو تعلم اللغة الإنجليزية شكرا لك على مشاهدة هذا الفيديو وإلى اللقاء